السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله كراءة جديدة بحصرية زي ما احنا متعودين لموليد برج الجدي حبايب قلبي اللي ملورني هتدي لي بقى عصابك وكل اللي عايزه يظهر معانا فكر فيه علشان خاطر يظهر في كراءتنا النهاردة انا عايز اقولك ان كراءتك متحمسة لها جدا وان شاء الله بإذن الله هتظهر فيها حاجات كتيرة جدا مستخبية بس اول حاجة حزاكم تهدو وتصلوا على الحبيب بسم الله شايفين الطريق اهو هوا زهر لكم طريق خير طريق مواضيع هتتفتح جديدة في حياتكم بإذن الله هيكون عندك انطلاقات حلوة مع احداث حلوة شايفين طب بصوا هنتكلم بالراحة اول حاجة انتو حيرانين عندكم حيرة وعندكم خوف في نفس الوقت عايز تاخد قرار وقاعد ساكت وملكش نفسي حتى اتعبر عن مشاعرك اليومين دور حرفيا انت سامع كلام كتير اه انت ما بتحبش ترمي ودنك لحد بس فيه كلام كتير جدا بيخليك تفكر في كذا حاجة عندك طاقة تفكير عندك انا كمان دعوة انت عمال تدعي ربنا عليك دين عايز تسد مستني نجاح عندك كمية انتظار رهيبة طال انتظارك ان انت تحقق هدفك عندك واحدة ست بتلعب على الاطراف اذا كانت ام او اذا كانت حامة الله اعلم بس عندك ست قصيرة وكبيرة في السن الست دي معديها خمسين قاعدة ومرصدولك ودايما هي بتحبك بس بتغير على اي حد يقرب منكم فيه هنا كمان حبة مشاكل او حبة تعب الفترة اللي جاية هيكون فيه مواجهات حلوة هتحصل عليها عايزك كمان انت واقع في مشكلة والمشكلة دي هتتحل بحاجة واحدة بس ايه هي ان انت تحاول تسيطر على غضبك وما تكونش السبب في اي مشكلة تتسبب الغضب بتاعت لازم تكون صبر انت مشكلتك ان انت خاب ظمت في ناس كتيرة جدا وقدمت الخير لناس كتيرة جدا فما ايه مش لاقي بمعنى صح حظك مع مقربين ولا مع اهل اكتر من مرة تتكلم اكتر من مرة بتمر بظروف اسيا ومشاكل نفسية انت معمول لك سح والسحر ده مشروب هو اللي ملغبط حياتك ومخليش عندك استكمال في اي مواضيع ولا في اي حاجة تخص حياتك حاسس انهار ليل والليل نهار مش عارف انت عايز ايه ولا عايز تعمل ايه بسم الله ما شاء الله عليك هنا هيكون عندك تقديم لحاجة جديدة من بعد ان انت اتظلمت انت اتظلمت هنا مع ناس كتيرة جدا قدمت لهم الخير مع ناس كتيرة جدا اتعبت فيهم عندك هنا حد من برج التور مستني يرجع لك انت عندك كمية انتظام لحد من برج التور مستني يتكلمك مستني تعرف عنه حاجة فيه كمان هنا برج برضو العزراء انت عندك ابراج زيك يعني انت عندك ابراج شبهك شبه حياتك شبه تفاصيلك تحس انهم زيك ففيه هنا اخبار حلوة باذن الله تخص الابراج التوربية فيه كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك زهول انت هتكون مذهل او هتكون مندهش بقرار هتاخده او بحد هيتديك حقك من بعد اللي انت عانيت به دايما اقول لك خليلي بالك من العلاقاتك مع الابراج النارية عندك حد من الابراج النارية علاقة نرجسية تعبان في العلاقة بتاعته وكارح حياتك فيه هنا ست الست دي شعرها طويل اه ومعها بنت اه شعرها طويل وملامحة حلوة ومعها بنت تبقى هم الاتنين استغفر الله العزين منهم عايزين يأذوه او عايزين يلفه على حد من عندك عايزين ياخدهه منكم الله اعلم فالحد اللي عندكم ده ياريت تخلوا بالكم منه وتكونوا حرسين انت هنا عندك طراقة حسد وفي نفس الوقت عندك طاقة خوف اه الوسواس عندك مستايبك في حالك طاقة اه سحر معمولالك السحر ده هو اللي عمل لك عراقيل في كل حاجة في حياتك من بعض الظلم والمشاكل اللي انت مريت بها هتلاقي حب وحنام من الشخص الصح بس مش عايزاك تقع في مشكلة مش عايزاك تقع في خطيئة مش عايزاك تقع في حاجة مش كويسة عايزاك تخلي بابك عندك حد هيكون ليه عندك بنوتة آآ البنوتة دي هيكون ليها مستقبل حلو هي دخلة في المواضيع جدية وان شاء الله بإذن الله هيكون عندها مستقبل حلو جدا في هنا موليد يعني فيه أطفال أو انتم انت عندكم خبر حمل مستنين طاقة حمل مستنين طفل جديد الله أعلم بس انت عندكم حاجة تخص الأطفال الفترة اللي جاية ويكون مساحتكم فضية علشان انتو طال انتو زرقكم مين الشخص اللي عايز يرجع لكم وخايف يكلمكم بسبب ان انتو تردوا عليه رد مش لطيف او ترد عليه رد تكسروه بي فانتو هنا خايفين فيه كمان هنا خصام انت بخاصم حد او انتو ما بتكلموش حد الله أعلم بس بينك وما بين حد خصام ومش عايز تكلمه ولا يعني انت مش عايز تتكلم عليه علشان بتقول انت خنتني او خدعتني انت ملاقيش حد جنبك من اهل ولا من احد عندك حد الحد ده اه بمتعدد العلاقات انصحك ان انت تخلي بالا هنا عندك رقم اتنين رقم اتنين ده هل ترى ايه رقم اتنين ده ممكن يكون عندك اخبار منه او مستني خبرين او حيران في موضوعين عندك رقم اتنين انزل وقللي رقم اتنين ده بيعمل معاك ايه فيه هنا حب الضغط عليك من شغل او انت ناوي على خطوبة حرفية ناوي على زواج ناوي على حاجات تعملها الفترة دي فان شاء الله بإذن الله الحاجات اللي انت ناوي عليها هتكون في كمة الازدهار من نفسك علشان اخيب ظنك وتعبت اكتر ممرة مع الاشخاص خسروك خسروك حاجات كتير فيه هنا كمان قطع علاقة مع اشخاص مزيفين حواليك عايز اقولك ان انت ايامك هتكون حلوة ليه علشان انت عندك هنا عصفورة والعصفورة دي بتحس انها بتجيب لك اخبار بتحس انها بتتكلمك الله واعلم بس انت ناوي على طريق سفر ناوي على طريق جديد في حياتك او ناوي تعمل حاجة مختلفة في حياتك الفترة اللي جاية دي فل بالك انت الفترة دي مشكلتك بس ان انت حيران شوية مشكلتك ان انت بتفكر كتير في ناس حواليك ما تستهلش طاقات التفكير اللي انت بتفكر فيها دي اللي عايزك تحذر منهم احذر من التصرر احذر من غضبك من غير السبب احذر من شخص خير وبيستغلك في كل كلمة في حياتك او بيستغلك بخصوصا ايامك اللي انت فيها فيه هنا كمان شوية واجع صدع مستمر نسيان ارهاق اللي اكتراحة يعني انت جاي على نفسك اوي الفترة دي خلي بالك عشان كده حاسس بكسل او حاسس ان انت مش عارف ايه السبب اللي مخليك مخلوق فيه يوم في الايام اللي جاية هتصحى طاقة ايجابية هتصحى ان انت هتحس كده ان انت عندك طاقة عندك فرحة عندك لهفة عندك شكياء الله وعالم هتحس كده بتجديد طاقة عندك حلوة وبعد دي اللي انت بتمر بيه حاليا خلي بالك ان انت هكون عندك انتصار على عدو العدو ده ظلمك وقسر بخطرك وشخص كده مكانش كويس انت هنا مقدم حاجة على السوشيال ميديا مقدم على حاجة او مستني حاجة تخص السوشيال ميديا الله اعلم بس انت عندك تواصل اجتماعي الفترة اللي جاية مع مواضيع او مع علاقة مع كلام الله اعلم بس فيه حاجات هتتفتح قدامك تخص السوشيال ميديا وان شاء الله بإذن الله هتكون من صالحة في هنا كمان حد كان دايما متعمل ان هو يقزيك يهينك يكسر بخطرك الحد ده انت خلاص خدت قرار اني انت متفكرش بي تاني خدت قرار اني ستوب خلاص كده انا انا تعبت منك انا اتظلمت انت ظلمتني انت قسرتني فبقى يعني اتغيرت انا اقول لك بس ان انت تغيرت ومستني مستني تعويضات جاية لك مستني كلام هيتعرض قدامك مستني حاجات تتفتح قدامك عليه عندك هنا انت مع الشريك الشريك كويس بس فيه مشاكل بسبب طرف تالي بيدخل بينكم الشريك ممكن ما يكونش بيعبر عن مشاعره مش عارف يقدم لكم حاجة حاسين ان هو بخير حاسين ان هو بيستغل فيكم انتو مش انتو عندك اسئلة كتيرة جدا وكذا سؤال محيرك كذا موضوع بيخليك مخنوق ومتداير فيه كمان هنا حبت حاجات انت ناوي تعملها الفترة دي بشكل سريع ليه؟ علشان انت شفت حاجات كتيرة جدا في حياتك خلتك قلت ستوب خلتك بدأت ترجع لورا وقلت بس انا هرجع لورا خطوتين ثلاثة علشان لما اطلع لقدام اطلع وانا على اجتناع فيه هنا كمان افكار تخص طرف حياتك او تخص علاقة انت فيها الفترة دي هتكون فترة ايجابية وفترة خير باذن الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد انت ماشي وبتقول انا ماشي بسطر ربنا ماشي ومش مستني حاجة من حد خلاص فيه هنا فرحة الفرحة دي هتتقسم عليكم ممكن تكون ورث هيتعرض عليكم انت بس معنوياتك اليومين دول ضعيفة شوية نفسيتك متأثرة جدا بكل اللي حواليك بتزعل بسرعة وعشان كده انت حيران وتاية في تفكير سوداع ماسك راثق خصوصا الفترة دي علشان بتفكر كتير وفي موضوع الآن وشاغل بالك بالتفكير قوي هدق عصابك شوية بداش تقول تفكر في الحاجة ابتر زيادة علي الليزوم علشان انت بتتعب بتتعب او بسم الله ب nella شاء الله عليك! فيه مناسبة اجتمائية المناسبة دي هتقابل فيها شخص هيقف معك وهيسندك وهيدعمك وهتحس قديل فرحة بينك وما بينه انت باش دور فترة دي عندك علاقات مع المحطين بيك اذا كانوا اصدقاء او اذا كانوا اشخاص موجودين في حياتك عندك تجمعات وعندك لقاءات بيهم في بشرة والبشرة دي هتديلك عن طريق رسالة او طريق حمامة او طريق حد يقعد معك وهيوصل لك كلام وهتبقى فرحة بيها جدا فيه هنا حرف السين حرف العين حرف الميم حرف الكاف حرف الالف دول موجودين في حياتك قل الحروف دول موجودين في حياتك بيعملوا ايه فيه كمان هنا موضوع انت بتعيش فيه وحيران منه يعني فيه حاجة انت عايش فيها وحيران حاس ان انت مطلق بط دايما بنجمع خفيف روحانيتك عالية قوي الحاجة اللي بتحسها بتحصل من غير تردد ولا تفكير فيه هنا كمان اتصال انت الانتصال ده بقى لك اسبوع مستنيه ومستني فيه قبول او مستني فيه لقاء الله واعلم انت بالتصال ده انت مستني فيه ايه بس خلي بعضك وارجع وقولك انه فيه فرصة هتجيلك قريب جدا من خلال الفرصة دي هقدر قولك انه انت هترجع حساباتك بنفسك او هترجع هتجيلك فرصة هتحاول تستغل لها الفرصة دي هتكون حلوة هنا انت ناوي على حياة جديدة تبدأها بس فيه عين بصالك والعين دي هي اللي عملالك كل اللي انت فيه حاليا العين دي حسودة قوي في حياتك طيب بعض منكم عنده خوف واهمال في صحتكم مين مين الست اللي بشرتها بيضة وضي وطحالك قوي بس عندها يعني هي بيضة بتحاول دايما تبينك ان هي بتهتم بيك او تهتم بيكم وانتو بتحاولوا تفهموا هي عايزة منكم ايه بتحاولوا يعني ايه بترددوا افكار كتيرة جدا في بالكم يا هل ترى هي عايزة ايه انت ظاهر لك زعل قوي وديق وخنقة يا هل ترى انت مخنوق من ايه زعلان على ايه فكر كويس جدا وبلاش التسرع وبلاش تفكر كده بتفكير سخيف تفكر كده بتفكير يدايقك لا ايه ده كده بالراحة وهدي اعصابك خالص علشان انت الفترة دي ناوي ان انت تدخل في مشروع المشروع ده هيكسبك علشان هيعرض عليك مكسب حلو اه ولو كان في حد بيستفزك انصحك ان انت ما تبينوش ان انت مخنوق منه او تميداك لا بالراحة واخد المواضيع ببساطة علشان خاطر انت حاليا بتمر بازنة ومشكلة وبتحاول تخرج نفسك واتخرج اي تعبان من حياتك او تخرج اي حد يحاول يضحك عليك في حياتك فالفترة دي برضو من الفترات اللي انت هتحل مشكلة بقالك فترة ما انت تطنش لها ففو مشكلة عندك بقالك فترة مش مديها اهتمام الفترة اللي جاية دي هتحاول تدي الموضوع اهتمام شوية وهتحاول يعني تغير شكل المواضيع تعمل حاجة مختلفة في حياتك ان شاء الله باذن الله السحر اللي عندك ده لازم يتفك انت ممكن تكون روحة المشايخ او روحة الحد ومحدش اعملك حاجة او حد ويقف معاك في حاجة ففك السحر ده ان شاء الله باذن الله يتفك الفترة اللي جاية ليه عشان انا شايف لك انتصار او ربح او حياء جديدة فيه هناك كمان شراء ملابس انت ناوي على رحلة او ناوي على فرحة او ناوي على حاجات معينة هتعملها في حياتك بس خلي بالك انت التعبين اللي بتلف حواليك هي اللي مخليك زي المسئوليات عندك عمالة تزيد مخليك بتفكر كتير مخليك مش عارف تعمل ايه فيه عندك حاجة في بيتك عايز تصلحها اذا كان حاجة تخص حياتك انت عايز تصلحها فيه كمان هنا شراء تليفون شراء حاجة معينة برضو هتشتريها الفترة دي انت ناوي تحط النقاط على الحروف ناوي تعمل كذا حاجة في حياتك بس خلي بالك انت الفترة دي ما بقاش عندك ضاق التحمل انت كنت سند لناس كتيرة جدا ما لقيتش نفس كنت سند لاشخاص في حياتك وما لقيتش حد يسنلك بالعكس وما جوا عليك وظرموك فيه كمان هنا بسم الله ما شاء الله في حد هنا بيحاول انه هو يدعم فيك وبيحاول انه هو هيقف جنبك وفي الفعل هيقف جنبك علشان فيه لمعة على وشك واللمعة دي هتكون فرحة فرحة حلوة من بعد اللي انت شفته بس مين الشخص اللي مختلف الجنسية في حياتك او مختلف المكان الله عالم بس بينك وما بينه يعني اختلاف اختلاف وانت يعني مش عايف تعمل ايه في الاختلاف ده انت ساكت ومش عايف تعمل ايه حرفيا في الاختلاف ممكن تكون انت بتحبه وتحبه قوي كمان انت من الشخصيات اللي هي جزادة الحواليهم بتلاقيهم كده منجزبين لهم بس العند بتاعكم بيخساركم حاجات كتيرة جدا ما بتحبش التشاغ بتحب تجد الحياة تعيش الحياة ببساطة بتحب تعيش الحياة كده بهدوع بتغيير ما عندكش القال والكيل ما تحبش الكلام الكتير بس عندك واحدة ستة بتستغلك بتستغلك بتستغل مشاعرك بتستغل فلوسكم بتستغلوا صحبيتكم الله اعلم انتو اللي تحددوا هي بتستغل منكم ايه عندك حرف الاس حرف الاس ده بيعمل مشاكل من تحت الارض عندك انا كمان ابن والابن ده انت بتحاول تتبطل عليه انت بتحبه قوي وبتحاول تقف جنبه بتحاول تعمله كل حاجة هو بيعملها انتو حصل عندكم فراء الفراء ده حصل عندكم من حد في حياتكم والحد ده انتو يعني حسيتو بظلم حسيتو بكسرة خاطر الله اعلم انتو حسيتو بايه بس الفراء ده لما حصل عندكم زعلته وزعلته يعني زعلته قوي الفترة دي بسبب اللي انتو فيه فهدوا اعصابكم خالص وهدوا علشان فيه مبلغ جايلكم والمبلغ ده هيبقى كده انت مبسوط جدا بيه عشان هتحس قده هو جالك في الوقت المناسب انت لو علاقتك مع حد بردة بطلط علاقتك فورا ما بتحبش الكذب والنفاق ولا بتحب البرود في اي علاقة او في اي ارتباط والأجمل ما فيك ان انت عزيز النفس متحبش تطلب حاجة من حد بس هم بيطلبوا منك ببجاحة بعيد قوية بيطلبوا منك حاجات انت ما بتبقاش عايز تعملها لهم بس انت ما بيفرقش معاك بس اللي بتعلم على ان يغلط فيك بقالك فترة من اكتر الفترات اللي بتحس بقلم في جسمك غير طبيعي وبدأت تكون عصبي وكل حاجة بتدور حواليك بتعصبك يعني ممكن حد يجي اخد رأيك في موضوع تدي رأيك تلاقيه بيتكلم معاك فخلاص تعب بص انت هنا قدمت الخير كتير قدمت الخير كتير لاشخاص وطعنوا فيك قدمت الخير كتير وملقتش عزيز ولا غالي حواليك تعب بتحول انت الفترة دي بقدر المستطاع لو عندك قلق ولا حيرة ولا توتر بتمحي خالص خلي بالك انت عندك رسالة والرسالة دي قوية وهتفرحك وعايزك تاخد حذرك وتحصل لنفسك ليه وانهار من حد عايز يوقعك في مشكلة او في حاجة مدايقات يعني بيحاول يوقعك هو بيحبك تقع بيحب سقوطك مش حبيبلك الخير خلي بالك عشان كده انت من كدر الحسد الشديد صداع زي ما قلتلك احلام مليئة بالكوابيس بتحس كده ان انت مخمو مش عايز تعمل حاجة خلي بالك من الفترة دي بالاخص من اتنين ستات موجودين في حياتك ما تحسش بالاهمال انت انت مشكلتك ايه ان انت بتدوخ بسرعة وبتجيلك نغزة وضربات قلب سريعة خلي بالك انت ما كنتش كده بالعكس انت اي نعم حساس اوي اي نعم شخصية لذيذة وبتحب الدحك والهزاء بس من كدر اللي انت فيه اتغيرت خالص عارف الرسالة اللي جيالت دي هتكون ايه هتكون بشرة صارة الله اعلم انت مستان رسالتك ايه بس انا شايفلك مبلغ من الفلوس حلوه هتمسكه في ايدك المبلغ ده لو ما كانش مبلغ ممكن يكون شغل جديد ممكن يكون خبر حم طبعا عشان الكراءة تنطبق على كل الاطراف فبالتالي هنتم اللي تحددوا هي ايه اه مميزاتكم حلو قوي حزفتوا اشخاص من حياتكم لو عارفوا انتو لو روحكم فيهم وحسيت انهم ملافكين مكذبين بطيطاء علاقتكم بهم فورا وده اجمل ما فيكم وعشان كده احذرك برضو من اشخاص لسه موجودين برضو في حياتك انا مش بقولك ايه بتعلاقتك بكل الناس بس بقولك ما تديش كتير بقولك وازن بقولك اععل اكتر اكتر الايام اللي فيها دين هيكون عندك تيسير وهيكون عندك شراء بيت شراء ارض شراء حاجات جديدة النفسية عندك لو مش مستقرة فده بسبب الضغط النفسي والمشاكل اللي انت فيها انت من فترة للتانية بتجيلك طاقة نفور طاقة نفور من زواج طاقة نفور من علاقة طاقة ما بتبقاش عايز تتم خطوبة تتم جواز تتم اي حاجة ليه بسبب السح اللي معمولك وقف الحال والعراقيل اللي انت بتمر بها بازمة كبيرة في حياتك هدي بس انت عصابها كده ويقعد شوية هاتك الامور بدأت تستكر عندك في هنا باسم الله ما شاء الله عليك هيكون في حاجة جديدة هتحصل لك الحاجة دي انت من دلوقتي شغال عليها من دلوقتي بتربط الحديثة طبعا من دلوقتي انت في فترة اي نعم متكلبة المذال نعم انت بس تكشف كل اشخاص علي حقيقتهم وبتكشف مين يستغلك ومين ينفق عليك وعشان كده انت رفع ايدك للسماء وبتدعي ربنا دعوات كتيرة جدا الفترة دي انت محدش يعرف يوقعك في حاجة خلي بالك محدش يعرف يوقعك في اي حاجة غير لما انت بتقع بمزاجك كده وبالراحة وبتقول انا هقع بس عايز اشوف اخركم ايه صح ولا غلط بس قولي انت في قصة او فيه موضوع متردد فيه ايز اقولك ان الموضوع الظلمة اللي في حياتك ده ربنا هينوره لك قريب جدا انت عندك شمعة هتعمل في حياتك بس دايما نقولك ان تخلي بالك من المواجهات وتاخد القرار العاطل اللي عندك وما تعودش تتسرع بس قولي بقى ايه الحاجة اللي كل ما تخلاص تقول عليها هانك بترجع اسوأ مكانك كل ما بتقول عليها خلاص الحاجة دي هتتم باذن الله بتلاقيها رجع التاني يعني فيه حاجة عندك وقفة والحاجة دي طبعا انت مخنوق منها ومتدايق رغم ان انت بتقول خلاص ان شاء الله باذن الله هتتحاق اخبار الهدية اللي جات لك او انت ناوي تجيبها فيه تبادل هديات عندك يا هل ترى تبادل هديات ده هيكون ايه بس بس بسم الله بسم الله ما شاء الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد بيقولولك ايه ايه ده انت سنك صغير انت شكلك مش مدي سنك وعشان كده حاسس انه فيه حاجة غلط في جسمك مزيفين كتير بيتدعوا الحب والحنان بيتدعوا المحنة وهم اصلا اشخاص يعني بص هم بيجيبوا في سيرة كل الناس مش فيش انت بس هم جايبين في سيرة كل الناس بس انت عايزك تكون حريص عايزك تكون حريص الشمعة دي هتنور طريقك والقرارين دول لازم تاخدهم بس بالراحة وبهدو فكر كده بالراحة وادرس المواضيع انت بتحب تقعد مع الناس الكبيرة علشان بتاخد منها معلومات بتحب تقعد مع الناس الكبيرة علشان تقول ان شاء الله بإذن الله خير اتمنى لك السعادة والهنة والرزق والتفائل وتمنى لك الامور الجدية اللي في حياتك تحصل عليها تكون خير بإذن الله عندك فرحة طال انتظارها بفضل ربنا هتكون فيها خير اللي في مصنم الوروضي